أهلاً ومرحباً بكم بنرحب بكم في أول حلقة من حلقات مادة الخامات الكهربية إن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون خاصة بشعبة تركيبات كهربية وشعبة إلكترونيات وحاسبات أول حلقة عندنا في الخامات الكهربية الباب الأول الخامات الكهربية والإلكترونية وهنعرف ليه إحنا هندرس مادة الخامات الكهربية أول حاجة إحنا هنستخدم عناصر إلكترونية وكهربية كتير طول ما أنتوا بتدرسوا في الثلاث مراحل يعني أنت في المعمل كل طالب هيستخدم العناصر دي وطول ما أنت هتشتغل بعد كده هتلاقي إن استخدامك للعناصر دي في كل الدوائر الكهربية والإلكترونية طب أنا طالما هستخدم العناصر دي أنا لازم أعرف العناصر دي بتتكون من إيه وأعرف أدق التفاصيل بكل عنصر والخصائص بتاعتها ليه؟ علشان أعرف أنا ينفع أستخدم العنصر ده في الدائرة دي ولا وإيه اللي ممكن يؤثر على استخدامه يعني أنا ممكن أستخدم عنصر معين العنصر دوت بيتأثر بدرجة الحرارة أو بارتفاع الطيار الكهرابي أو انخفاض يبقى لازم أبقى عارفة وملمة بخصائص كل عنصر من العناصر دي كمان لازم أبقى عارفة إيه المواد اللي أنا أحتاج إن أنا أطور فيها علشان تنفع فيه الاستخدامات والتقنيات الحديثة عندنا أول حاجة طالما أنا هستخدم المواد يبقى لازم أعرف يعني إيه مادة يعني إيه مادة؟ أول حاجة المادة هي كل شيء ليه كتلة وبيشغل حيز في الفراغ يعني أنا الحاجة اللي معايا لو أنا مسكة مثلاً الألم بالطريقة دي يبقى الألم دوت مالو الألم دوت مادة لأنه هو أخذ عندي حيز من الفراغ يبقى المادة هي شيء ليه كتلة ويشغل حيز من الفراغ طيب أمثلة المواد إيه؟ لو أنا عندي مثلاً حديد ده مادة الهوى الماء كل الحاجات دي مواد بس أنا قلت الحديد والهوى والماء يبقى أنا عندي المواد دي ممكن تكون فيها كذا صورة ممكن تكون صلبة زي ما احنا قلنا الحديد ممكن تكون غازية ممكن تكون سائلة زي الماء عندنا إيه؟ حالات المادة أو صورها زي ما احنا عارفين يا أولاد أني أنا عندي المادة بتكون إما سائلة أو صلبة أو غازية والمادة ممكن تتكون من عنصر واحد أو أكتر من عنصر يعني إيه؟ يعني أنا ممكن يكون عندي حاجة أنا أخذ المادة نفسها تمام؟ زي عنصر الدهب الدهب وقت استخراجه هو دهب عنصر واحد إنما وقت التصنيع علشان يصنعوا منه مثلا المصورات الدهبية هو بيتضف عليه بعض المواد التانية علشان يسهل تشكيله يبقى أنا عندي زي ما قلنا المادة ممكن تكون إما من عنصر واحد أو من أكتر من عنصر علشان كده أنا بطوع المواد واضيف عليها بعض المواد الأخرى علشان تنفعني في الصناعات بتاعتي بعد كده المادة ممكن تكون المواد دي إما في حالتها النقية أو تكون غير نقية يعني إيه نقية أو غير نقية؟ المواد النقية إيه المادة اللي ليها نفس النوع يعني هي عنصر واحد ومجموعة الزرات بتاعتها بتكون متشابكة ومتمثلة ومتربطة مع بعض يعني الحديد في حد ذاته هو مادة نقية ليه؟ لإن أنا خدت الحديد لوحده ما حطتش عليه أي إضافة فطول ما أنا مش حط عليه أي إضافة هو في حالته النقية يبقى لو أنا جبت عندي برادة حديد برادة ألمونيوم وكل واحدة مستقلة بذاتها لو أنا جيت حطيت برادة الحديد تحت الأسوليسكوب أنا هشوفها حديد بس مش هشوف معاها حاجة تانية لو حطيت برادة الألمونيوم تحت الأسوليسكوب برضو أنا هشوف برادة الألمونيوم لوحدها يبقى دي مادة نقية طيب إيه هي المادة النقية؟ المادة النقية اللي غير نقية المادة الغير نقية اللي بتتكون من أكتر من نوع يعني أنا أكون حط عندي برادة حديد مع برادة نحاس أو برادة مثلا نحاس مع برادة ألمونيوم أنا كده حطيت مادتين مع بعض يبقى كده دي مواد غير نقية طيب أنا عندي إحنا بنشوف في حياتنا في حاجات المواد النقية أو الغير النقية ممكن برضو بتكون في صفتها السائلة أو الصلبة أو الغازية يعني لو أنا ضفت غازات على بعض تمام؟ يبقى أنا عندي الغازات دي في حالتها الغير نقية السوائل يعني لو جيت قلت مثلا ماء البحر ماء البحر ده ماء مالح يبقى أنا عندي هنا هوة هو مش مادة نقية يبقى ماء البحر من المواد الغير نقية بعد كده عندنا تصنيف المواد أول حاجة في تصنيف المواد هندرس المادة دي موصلة للطيار الكهرابي ولا لا وكمان هنشوف هي مواد شبه موصلة والمغناطسية والمواد العزل يبقى احنا هنتعرف على طرق تصنيف المواد في حالة إنها موصلة للطيار الكهرابي ولا شبه موصلة ولا مواد عازلة ولا مواد مغناطسية أولا المواد الموصلة للطيار الكهرابي المواد الموصلة للطيار الكهرابي أنا عندي المعادن المعادن في العموم بتكون موصلة للطيار الكهرابي لكن المعدن بيختلف عن الآخر في درجة توصيل يعني مش كل المعادن بتوصل بنفس درجة التوصيل للطيار الكهرابي تمام؟ ليه بقى؟ لأن كل معدن بيختلف في مكوناته الداخلية يعني ربنا ما خلقش كل المعادن متشابهة لا كل معدن ليه خصائصه وليه حاجاته المختصة به يبقى المعادن بتختلف في درجة توصيل الطيار الكهرابي ولكن هي كلها موصلة للطيار يبقى درجة التوصيل هي اللي ايه؟ اللي هتختلف طب ايه هي المعادن الاكتر توصيل للطيار الكهرابي؟ طبعا احنا عندنا المعادن انواع كتير جدا بس الاكتر توصيل للطيار الكهرابي وهما الاكتر استخداما كمان اللي هو النحاس والالومنيوم والفضة والبيلاتين احنا النحاس كلنا تقريبا عارفينه الوصلات الكهربية اللي موجودة في المنازل دي بتكون مصنوعة من النحاس طيب ما الالومنيوم والفضة بيوصلوا طيار كهرابي؟ طب ليه انا ما باستخدمهمش؟ يبقى هنا في عوامل اقتصادية ممكن تخليني ماقدرش استخدم الحاجات دي ليه؟ يعني الالومنيوم والنحاس والفضة والبيلاتين طالما هما بيوصلوا طيار انا ممكن ماقدرش استخدم الفضة لان الفضة غالية السمن فماقدرش اعمل وصلات البيت عندي من الفضة علشان اوصل بها طيار كهرابي يبقى احنا اتفقنا ان المعادن بتوصل طيار كهرابي ولكن بتختلف في درجة التوصيل واكتر المعادن توصيل للطيار الكهرابي هي ايه اولاد؟ زي ما قلنا عندنا النحاس الفضة البلاتين الالومني عندنا بتعتمد المواد الموصلة على ايه؟ امتى اقول ان المادة دي موصلة للطيار الكهرابي؟ او بتعتمد على ايه؟ في عملية التوصيل اولا احنا عارفين ان المواد بتكون فيها في التوزيع الزري في مدار اخير اسمه المدار اللي بيكون فيه الكترون حر المادة اللي بتكون بتوصل طيار كهرابي بيكون فيها عدد الكترونات حرة في المدار الاخير يبقى بيعتمد ايه؟ على ان المادة دي بتوصل طيار ولا؟ على عدد الالكترونات الحرة الموجودة في المدار الاخير للزر تمام كده؟ للعنصر بتاعنا سواء حديد بقى او نحاس عندنا الإلكترونات الحرة دي ما لها هي حرة من اسمها طالما هي إلكترونات حرة يبقى بتتحرك حركة غير منتظمة حركة عشوائية هي قاعدة تتحرك كده في المدار الأخير براحتها خلاص يبقى طالما هي إلكترونات حرة يبقى حركتها عشوائية وغير منتظمة طيب إمتى حركة الإلكترونات الحرة دي أنا أسيطر عليها أو أخليها تنتظم علشان أخلي الإلكترونات الحرة الموجودة في المدار الأخير منتظمة يبقى لازم أصلت عليها جهد كهرابي يبقى احنا قلنا دلوقتي المدار الأخير في إلكترونات حرة الإلكترونات الحرة دي هي اللي بتحدد أن المادة دي موصلة للطيار الكهرابي بدرجة عالية ولا مش موصلة بدرجة عالية زي ما قلنا النحاس والألمونيوم والبلاتين تمام كده والفضة كمان يبقى بيعتمد على إيه؟ على عدد الإلكترونات الحرة مش كل المواد كلها بتكون عدد الإلكترونات الحرة المتواجدة في المدار الأخير ما بتكونش واحدة زي ما كنا بنشوف في كله وخدتوا في إعدادي التوزيع الزر بلا إن في بعض المواد المدار الأخير إلكترون واحد أو اتنين أو ثلاثة بعد كده هناخد المواد العازلة يعني إيه مواد عازلة؟ المواد العازلة هي المادة اللي بتقاوم أو بتمنع أو بتعوك مرور الطيار القهربي يبقى مادة عازلة هي ما بيمرش فيها أصلا طيار إيه؟ كهربي زي إيه؟ كلنا عارفين إن الخشب ده مادة عازلة ما بيوصلش طيار كهربي طيب هو ينفع الخشب يوصل طيار كهربي لو هو فقد الخاصية بتاعته الأساسية يعني إيه؟ يعني لو وصله رطوبة يبقى الخشب دلوقتي هيبقى فقط جزء من الخصائص بتاعته والمتانة بتاعت العزل بتاعته راحت يبقى لو فقد متانة العزل يبقى هو دلوقتي ممكن يتحول إلى إن هو يوصل طيار كهربي بعد كده عندنا هنا هوت أنا عندي هنا أولاد في دايرة كهربية الدايرة الكهربية ديت إحنا زي ما إحنا عارفين إن الدايرة الكهربية لازم تتكون من إيه؟ لازم الأول هي لازم يكون فيها حاجة توضح إن فيه فعلا طيار كهربي ولا لا لازم يكون فيه سلك متوصل علشان السلك ده هو الطريق اللي هيمر فيه الطيار الكهربية اللي إحنا شايفينه في الإيه؟ في الدايرة الكهربية دي ويكون عندي بطارية مصدر الطيار ويكون عندي إيه؟ مفتاح أنا عندي الدايرة الكهربية إيه؟ لازم الدايرة الكهربية دي علشان تشتغل وتكون موصلة لازم تكون مغلقة لازم تكون مغلقة تمام؟ طيب إمتى أخليها مغلقة؟ أنا عندي هنا هوت شغلك بس الدايرة هنا عندي هنلاحظ ان الالكترونات دلوقتي اول ما الدايرة عندي تشتغل هنلاقي ان الالكترونات هنا ايه يا ولاد الالكترونات هتمر تمام واللمبة عندي هتنور طب انا عايزة اكشف بالدايرة دي تمام عايزة اكشف هي عندي المواد دي عازلة ولا موصلة لو انا دلوقتي جبت قطعة من المعدن وحطتها مكان المفتاح ده في الجزئية دي ايه اللي هيحصل لو انا حطت هنا قطعة من المعدن هلاقي ان الدايرة اشتغلت واللمبة نورت يبقى معنا كده المعدن ده موصل لو انا جبت قطعة فويل ورق معدني وحطتها هيوصل تمام طب لو انا جبت قطعة من الخشب وحطتها بدل المفتاح ده هنلاقي الدايرة ولا عندي اللمبة هتنور ولا هيحصل اي حاجة ليه لان انا عندي الخشب ده قطعة الخشب دي هي عازلة فما افلتش الدايرة يبقى لازم علشان يمر طيار الدايرة تقفل يا كده مش هتقيه مش هتشتغل في حالة تانية اللي هي المواد الشبه موصلة يعني ايه شبه موصلة من اسمها شبه موصلة يعني لا هي مادة موصلة ولا هي مادة عزلة امال هي ايه طيب هي في الاصل حقيقة هي مادة عزلة يبقى في حقيقة الامر المواد الشبه موصلة هي مواد ايه هي مواد عزلة امال ازاي تحولت من عزلة واحنا بنقول عليها شبه موصلة لا احنا هناخد المادة العزلة دي ونضيف عليها بعض المطاعمات او بعض الاضافات فهتتحول من حالتها العزلة الى مواد شبه موصلة لبا لما نجي نقول يعني ايه مادة شبه موصلة هي المواد العازلة التي تم إضافة مطاعمات لها فتحولت من حالتها العازلة إلى حالتها لإيه الشبه موصلة طب في أمثلة على كده أفضل مثلا أو المعرفين هو السيليكون والجرمانيوم طب إيه السيليكون والجرمانيوم أنتوا هتستخدموا بعد كده حاجة اسمها الموحد السيليكوني خلاص وموحد الجرمانيوم موحد السيليكوني والجرمانيوم دي هي من العناصر الأشباه الموصلات تمام؟ لما نجي نقول يعني إيه مادة؟ الشبه موصلة خلاص كلنا المفروض عرفنا التعريف بتاعها هي مواد عازلة المواد العازلة تم إضافة مطاعمات لها فتحولت من حالتها العازلة إلى حالتها لإيه؟ الشبه موصلة طب أديني مثال آه إحنا سمعنا عن حاجة اسمها السيليكون والجرمانيوم عندي كمان حاجة اسمها المواد المغناطسية المواد المغناطسية ديت في صخور اكتشفوها في آسيا طبعا الكلام ده كان من زمان جدا السخور دي بتكون بتجذب المعادن اكتشفوها إزاي أولاد؟ كان فيه أقولها لكم بسرعة كان فيه راعي غنم وبيسند على عصايا من المعدن كان بيماشي بيها الأغنم بتاعته راعي الغنم ده أول ما تعبه قاعد على الصخرة لا إن العصايا اللي هو ماسكها دي خلاص؟ مالها اتجذبت إلى الصخرة اللي هو قاعد عليها طبعا هو كان ماسك عصايا من المعدن فحصل عملية جذب من هنا ابتدوا يكتشفوا المواد المغناطسية يبقى إيه هي المواد المغناطسية؟ هي في الأصل صخور اكتشفت في آسيا منين؟ منذ قديم الزمن طبعا المواد المغناطسية لها قوة جذب لأنها بتجذب المعادن طبعا بعد كده الإنسان استغل الجزئية دي وطوع بعض المعادن اللي هي يبقى لها نفس خصائص المواد المغناطسية هو هيطور المعدن معدن هو في الأصل مش مغناطسي يعني هو أصلا مش مغناطسي بس هو هيطوعه ويحوله إلى مواد مغناطسية طيب إزاي أنا دلوقتي في العادي لو أنا معي مصمار مثلا فعايز أخليه مغناطس زي ما حضرتك بتقولي يا ميس دلوقتي أنت بتخلوا المعدن ده يجذب المواد إزاي طيب أنا عندي نهوات في الشكل ده فيه عندي نهوات مصمار لو أنا جبت قطعة معدن تمام أو مصمار ولفت عليه سلك من النحاس ووصلته ببطارية شايفين كده سلك من النحاس أنا لفته على قطعة من المعدن أو المصمار ده ووصلته بإيه ببطارية بس الطرف بتاعي بداية النحاس ونهايته أنا هشيل الطبقة الصفرة اللي على السلك يعني لو حد هيجربها دي تجربة بسيطة وسهلة لو أنا شلت الحرف الأخير ده والجزئية دي من النحاس شلت بس العازل اللي عليها تمام وشغلتها بالطريقة دي ووصلتها بالطريقة دي إلا هيحصل لو أنا قربت هنا معدن هنلاقي إن المصمار ده جذب قطع المعدن اللي انت حطه يبقى إزاي أخلي المواد المعدنية مواد مغناطيسية بتجربة بسيطة إن إحنا نجيب إيه قطعة معدن أو مصمار معدن هلف عليه سلك نحاس ووصلوا بترفين اللي إيه البطارية إيه اللي هيحصل هنلاقيها جذبت لو أنا حتى هنا جزء من المصمار الصغيرة هلاقي المصمار الكبير ده عمل لهم عملية إيه جذب تمام كده يبقى هيمر في الملف ليه بقى تحاول لإن الملف كده مر فيه طيار كهرابي وخلى المصمار ده تتمغنط تمام يبقى كده أنا حولت المادة المعدنية إلى مادة مغناطيسية طيب بصوا يا أولاد هنا السؤال أي من المواد الآتية هي في الحقيقة عزلة بس تم إضافة مطاعمات لها آه المادة العزلة هي عزلة بس إحنا ما ضفن لهاش مطاعمة طيب المواد الموصلة هي موصلة أصلا ما فيهاش عزل طيب بتوصل للطيار الكهرب طيب المواد الشبه موصلة المواد الشبه موصلة هي في حقيقة الأمر مواد إيه؟ مواد عزلة وتم إضافة مطاعمات لها طيب زي إيه؟ حد يقدر يقول لي مثال على مواد أنا ضفت لها عزلة ما ضفت لها مطاعمات أصبحت شبه موصلة آه وإحنا لسه قاعدينها ها برافو مواد زي السيليكون والجرماني يبقى الإجابة عندي هي المادة العزلة اللي ضفنها لها مطاعمات يبتصبح مادة شبه موصلة تماما عندي بعد كده العنصر يعني إيه عنصر؟ العنصر بيتكون من مجموعة من الزرات بتتشابه في نفس الخصائص وبترتبط مع بعض تمام؟ وماقدرش العنصر ده أنا ماقدرش أحلله كيميائيا هادي هنا هوت هادي عنصر العنصر دي كلها تمام؟ العنصر دي مجموعة واحدة زي ما إحنا شايفين في كل شكل كل شكل الوحده ده كده ده عنصر ده عنصر وهنا عنصر يبقى أنا عندي العنصر ده أي عنصر من دول ماله مجموعة من الزرات المتشابهة بترتبط مع بعض ارتباط وصيق وماقدرش أحللها كيميائيا طيب إيه كمان؟ قال لي إن العنصر ده لا يمكن تفكيكه إلى أجزاء أصغر منه ليه؟ أصلهم متربطين قوي فمش قادرين إيه؟ ما نقدرش نفكهم من بعض يبقى العنصر نتيجة لقوة الترابط لا يمكن إيه؟ لا يمكن فصلهما طيب إيه هي الزرة؟ الزرة هي أصغر جزء في المادة يعني أي مادة أصغر جزء فيها هي الزرة؟ بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على التركيب الزري لإيه؟ للمواد دي يبقى الزرة أصغر جزء الزرة أصغر جزء في إيه؟ في المادة طيب الزرة دي بتكون من إيه؟ الزرة عبارة عن نواة مجبع وإلكترونات سالبة الشحنة يبقى أي زرة؟ عبارة عن حكتين نواة وإلكترونات أي زرة عبارة عن إيه أولاد عبارة عن نواة وإلكترونات طيب هي الزرة دي في حاجة جواها الزرة دي هي إيه بنقول إن أنا عندي النواة بالنسبة لي النواة هي قلب الزرة يعني لو أنا قلت هنا هوت إيه هي النواة تعرفها النواة هي قلب الزرة يبقى الزرة دي جوا منها حاجة اسمها نواة الزرة جوا منها حاجة اسمها إيه نواة طيب هي النواة دي كمان بتتكون من حاجة أيوة هي مش بتتكون من حاجة ده بتتكون من حاجتين إيه هما الحاجتين دول بروتونات ونيترونات طيب نشوف الرسمة دي كده أولاد أنا عندي هنا دي المادة مثلا قطعة حديد اللومونيوم نحاس المادة دي عبارة عن إيه عبارة عن مجموعة من الزرات المتربطة أهي مضحة في الشكل ده طيب لو أنا مسكت الزرة هلاقي إن الزرة هتفرع منها جزئين جزء اسم النواة وإيه كمان وإلكترونات بتدور حول النواة يبقى الزرة القلب بتاعها النواة تصدرى القلب بتاعها النواة وبيدور حوالين النواة بتوجد مجموعة من المدارات اللي هيدور فيها الإلكترونات سواء بقى إلكترونات حرة أو غير حرة يبقى النواة فيها مدارات حواليها هيدور فيها الإلكترونات طيب النواة بتنقسم او جوها حاجتين هي عبارة عن حاجتين بروتونات ونيترونات خلاص كده اولاد نقول تاني الجزئية دي المادة عبارة عن زرات مترطة طيب الزرات دي الزرة الوحدة عبارة عن ايه عبارة عن نواة والكترونات الزرات عبارة عن نواة والكترونات طيب النواة بروتونات ونيترونات تفهمت الجزئية دي طيب انا عندي انا قلت ان في عندي الكترونات طيب الالكترونات دي هي نوع واحد لا يا ميس ازاي هي نوع واحد طبعا مش نوع واحد لان انا عندي في هنا الكترونات لو احنا شايفين هنا النواة وبيتدور فيها الالكترونات في المدار الاولاني ده بعد كده في مجموعة مدارات تانية على حسب نوع المادة على حسب نوع المادة يبقى الالكترونات مش نفس النوع النوع اللي في المدار الاخير ده حاجة واللي بعد النواة ده حاجة تانية بيعتمد على ايه بيعتمد هل المدار ده اكتمل بالعدد الكافي بتاعه ولا لا لان انا عارفة ان كل مدار ليه عدد محدد علشان المدار ده يحصل له حال التشبع خلاص يبقى الالكترونات انواع فيه الالكترونات اسمها الالكترونات التكافؤ وفيه الالكترونات حرة والالكترونات مقيدة يبقى انواع الالكترونات الالكترونات التكافؤ والالكترونات حرة والالكترونات مقيدة طيب نشوف يعني ايه الالكترونات التكافؤ الالكترونات التكافؤ من خصائصها يمكن فقدها بسهولة يعني لو الزرة بتاعتي دخلت في اي تفاعل بتفقد الالكترونات عاملة زي أكي إنها بتحارب أول ما بتدخل في تفاعل بتفقد الإلكترونات التكافؤ دي لأن هي موجودة في الآخر فعلشان كده هي بتفقدها وأقدر أشارك بالإلكترونات الحرة دي في عمليات التفاعل في عمليات التفاعل عندي كمان من الإلكترونات قلنا الإلكترونات الحرة لما بتكتسب طاقة بيحصل إيه بتقدر تسيب مكانها بسهولة أول ما بيجي لها طاقة بتروح سايب المكان بتاعها أولاد وماشي طيب عندنا فيه إلكترونات مقيدة إيه هي الإلكترونات المقيدة؟ الإلكترونات المقيدة اللي هي قريبة من النواة قريبة منين؟ من النواة الإلكترونات اللي في المدارات القريبة من النواة اللي هي بمعنى اصح المدارات اللي اكتملت بالعدد الزر بتاعها يبقى دية الالكترونات ايه مقيدة هي مالية مكانها خلاص مالية مركزها فما بتسبش ايه مكانها يبقى ايه الالكترونات المقيدة هي الموجودة بالقرب من النواة طيب ليها قوة جذب اه وكمان ايه تاني ما تقدرش تفقد مكانها هي مالية مركزها تسيبوا ليه يبقى لا ينقل ممكن فقد مكانها في اثناء التفاعل بعد كده عندنا الالكترونات عندي عارفين ان كل مدار ليه عدد معين علشان يكتمل اول مدار اللي هو اول مدار بعد النواة على طول بيكون ليه عدد اتنين الالكترون لعدد اتنين الالكترون والمدار التاني تمانية الالكترون والتالت تمنتاشر والمدار الرابع بيكون فيه اتنين وتلاتين الالكترون فهمني يا ولاد يبقى احنا قلنا نحن عندنا الالكترونات بتكون بتدور في مدارات المدارات دي اللي قريبة من النواة اسمها الالكترونات مقيدة الالكترونات المقيدة مش سهل انها تسيب مكانها ابدا من اللي بيسيب مكانه الالكترونات الحرة اللي بيكون موجودة في اخر مدار طيب التوزيع الزري بيكون ازاي كل مدار لعدد ثابت كل مدار لعدد ثابت اتنين تمانية تمنتاشر اتنين وتلاتين عندي مثلا التركيب الزري لزرة النحاس احنا عارفين ان زرة النحاس خدنا قبل كده ان العدد الزر بتاعها كام تسعة وعشرين عدد الزر للنحاس تسعة وعشرين هيتوزعوا ازاي هيتوزعوا على المدارات بالصورة دي احنا اتفقنا المدار الاولاني اتنين تمام طب والتاني تمانية ادي تمانية يبقى تنين وتمانية كده عشرة طب المدار التالت هو المفروض ياخد تمنتاشر تمام اتنين وتمانية عشرة وتمنتاشر تمانية وعشرين طب ده النحاس تسعة وعشرين يبقى المدار الاخير هياخد الكترون واحد المدار الاخير هياخد ايه الكترون واحد ما وصلش طبعا للعدد بتاعه ما وصلش العدد ايه بتاعه تمام يبقى ده التوزيع الزري لزرة النحاس والجزئية دي انتو درستوها كتير فيه اعدادي اه نيجي على حاجة تانية اسمها الخليط يعني ايه خليط الخليط ده عنصرين او اكتر لو انا عندي اكتر من عنصر خلاص محطوطين بس الاكتر من عنصر الموجودين زي ما احنا شايفين في الشكل ده اه هم محطوطين فوق بعض بس ما حصلش اي حاجة ما حصلهمش اي ايه اي حاجة يعني ايه يعني كل عنصر محتفظ بخصائصه وما حصل لهاش اي تغيير يبقى الخليط هو ايه هو تواجد اكتر من عنصر دون اتحاد فيزيائي تواجد اكتر من عنصر دون اتحاد فيزيائي وكل عنصر بيفضل محتفظ بخصائصه كل عنصر بيفضل محتفظ بايه بخصائصه طيب في حاجة تانية اسمها المركب حاجة اسمها الايه اولاد المركب يعني ايه المركب اه انا هجب بقى هنا عنصرين تمام او اكتر انا العنصرين دولة هيتحدوا مع بعض لما هيتحدوا مع بعض هلا ان هم نتيجة الاتحاد بتاعهم ده هم هيكونوا لمادة جديدة تالتة خالص هيكونوا لمادة ايه جديدة المادة دي ليها خصائص جديدة خالص عن خصائص المادتين او التلاتة اللي تم إضافتهم مع بعض اللي تم إضافتهم مع ايه مع بعض طيب ازاي يعني لو انا دلوقتي قلت ان انا جبت برادة حديد مع برادة ألمونيوم واللي اتنين دول اتحطيتهم مع بعض اللي اتنين دول بقيهم خليط ولا مركب مين يقول تمام انا لو حطيت المادتين برادة الحديد مع برادة الالمونيوم دول بقيهم خليط لان انا هقدر اميز الحديد من الالمونيوم وكل واحد ليه الخصائص المستقلة بتاعته تمام طب لو انا جبت بعض المواد وحطتها مع بعض وما قدرتش اميز او افصل ما بينها كده المواد دي بقت ايه كده المواد دي بقت عبارة عن مركب ليه لان هي اخدت خصائص جديدة بين الاتنين اللي احنا حطناهم المادتين او التلاتة اللي احنا دفناهم مع بعض يبقى لو جينا نسأل ايه الفرق بين الخليط والمركب الخليط هو ايه الخليط هو مجموعة من المواد مادتين او اكتر لما هنضفهم لبعض كل مادة هتحتفظ بخصائصها وبسلوكها زي ما هو ما حصلش اي تفاعل ما بين المواد اما المركب عكس كده المركب لما هنضيف بعض المواد لبعض المواد دي هتتفاعل مع بعضها او هتتحد والاتحد ده هينتج لي مادة جديدة خالص يبقى كده انا كونت ايه كونت مركب عندي هنا سؤال بيقول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها الخليط المركب الزرة الالكترونات اول سؤال هي اصغر جزء من المادة مين في دول اصغر جزء من المادة الخليط ولا المركب ولا الزرة ولا الالكترونات احنا خدنا التعريف ده قلنا ايه الزرة هي اصغر جزء من المادة يبقى الزرة هي اصغر جزء من المادة السؤال الثاني هو اتحاد عنصرين او اكتر العنصرين دول اتحدوا فيزيائيا طالما اتحاد يبقى مركب يبقى المركب لازم يحصل فيه اتحاد فيزيائي خلي بالكم من الجزئية دي في الامتحانات يا اولاد ليه لاني انا عندي فيه جزء بيجي بالنسبة للاختياري انا ما خدش بالي من كلمة مثلا لا يحدث او يحدث يبقى نركز في الجزئية دي علشان ابقى اعارف بعد كده السؤال بعد كده النقط تدور فيه مدارات ويحمل شحنة سالبة من اللي بيدور فيه مدارات ما فيش حاجة بتدور فيه مدارات الا الالكترونات يبقى الالكترونات تدور فيه مدارات وبتحمل شحنة ايه سالبة طب والنواة بتحمل شحنة ايه اولاد حد فاكر النواة بتحمل شحنة مجابة طب والبروتونات البروتونات بتحمل برضو شحنات مجبا تواجد اكتر من عنصر دون اتحاد فيزيائي شفتوا فوق في السؤال التاني كان قايل اتحاد فيزيائي وتحت دون اتحاد فيزيائي يبقى انا لما اجي في الامتحان اجي اقرأ السؤال اركز علشان ما اطلق بطش يبقى انا عندي الخليط تمام بعد كده هننتقل الى خواص المعادن خواص الايه خواص المعادن المعادن ليها 3 خواص اما تكون خواص طبيعية او كهربية او خواص ميكانيكية يبقى ايه هي خواص المعادن خواص طبيعية خواص كهربية خواص ميكانيكية أولا الخواص الطبيعية أنا عندي المعادن بيكون لها تلت خواص طبيعية تلت خواص طبيعية إيه هما؟ أول حاجة الوزن النوعي التوصيل الحراري نقطة الانسهار يبقى لما أجأ أقولك بذكري الخواص الطبيعية للمعادن تقولي إيه وزن نوعي توصيل حراري نقطة الانسهار ممكن يجي السؤال اذكري الخواص الطبيعية تكتبها في نقاط أو يجيلي في أكمل ممكن في أكمل بقى يجيب لي نقطتين أو تلاتة مش لازم أكتب لو جايب لي نقطتين وبعايزك تكتب أي اتنين أنت حافزهم بعد كده الخواص القهربية عندي الخواص القهربية المقاومة النوعية الموصلية قابلية المعدن للتماغنط قابلية المعدن للتماغنط يبقى إحنا دلوقتي بنقول المعادن الليها خواص خواص طبيعية الخواص الطبيعية وزن نوعي توصيل حراري نقطة الانسهار والخواص القهربية مقاومة نوعية موصلية قابلية المعدن للتماغنط عندي كمان الخواص الميكانيكية الخواص الميكانيكية هي اكثر الخواص زي قابلية المعدن للسحب المرونة اللدونة والصلابة والقسافة والصلادة والاجهاد لازم افرق ما بين الصلابة والصلادة والقسافة اول حاجة هنشرح مجموعة الخواص اللي قلناها احنا اتفقنا وقلنا ان الخواص الطبيعية اول حاجة الوزن النوعي يعني ايه وزن نوعي نقول ان كل مادة ليها وزنها النوعي يعني ايه مستقيل غير المادة التاني يعني الالمونيوم بيكون وزنه النوعي اخاف من النحاس يبقى الوزن النوعي كل المعادن لها نفس الوزن لا كل معدن ليه وزن نوعي مختلف طيب الوزن النوعي ده عبر عن ايه يعرف الوزن النوعي بالكسافة يعرف الوزن النوعي بالايه بالكسافة ويقدر بايه؟ بوزن الجسم حجمه واحد سنتيمتر مكعب مقدرا بسكل جرام بل وزن النوعي تاني يعرف بايه؟ يعرف الوزن النوعي بالكسافة ويقدر بوزن جسم حجمه حجمه واحد سنتيمكعب مقدرا بايه؟ مقدرا بسكل جرام التوصيل الحراري التوصيل الحراري معناه قدرة المادة على ان هي تنقل الحرارة لكل اجزاء المادة طيب احنا عندنا لو انا جبت مادة وعملت ارتفاع لدرجة حرارتها لو انا جبت معدن وحطته على النور ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان المعدن سخن اتنقلت الحرارة لكل اجزاء المعدن اتنقلت الحرارة لكل اجزاء الايه؟ المعدن يبقى لما اجا اقول التوصيل الحراري عرفي هي قدرة المادة على نقل الحرارة الى كل جزء منها المادة دي لو بالحرارة بتتنقل في كل جزء منها يبقى دي ايه؟ فيها توصيل حراري طيب في مواد ما بتنقلش الحرارة؟ طبعا في مواد ما بتنقلش الحرارة زي الخشب الخشب ما بتنقلش الحرارة وفي بعض المواد الأخرى طب هي الحرارة دي هتأثر على المعدن ولا ملهاش أي تأثير طبعا الحرارة هتأثر على المعدن إزاي؟ هتأثر على المعدن لأن هي بتديله حالة استطالة بتديله حالة إيه؟ استطالة يعني بتزود الطول بتاعه ولو حتى جزء بسيط علشان كده المعادن لما باجي استخدمها في بعض الحاجات أنا بابقى مرعي الجزئية بتاعت إن المعدن ده موصل للحرارة يبقى من المواد الموصلة طيب زي إيه؟ زي عندنا المعادن كلها طبعا بتختلف في تركيب عشان كده بتختلف في قدرة التوصيل المثال على كده اللي هو لو أنا جبت أو بصيت على أضيب القطر أنا هلاقي إن القطبان في مسافة ما بين الأضيب والتاني ما تترك مسافة بسيطة ليه المسافة دي؟ لإني أنا عندي في الحرارة في وقت الصيف في وقت الصيف الجزء دوت هيزيد طوله بتتمدد بالحرارة يبقى هيزيد إيه؟ هيزيد طولها تمام؟ فأنا لو ما عملتش المسافة دي وقت الحرارة في وقت الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة المعدن ده هيحصل له التواء فلو ماشي عليه قطر أو حاجة ممكن يحصل إيه؟ أي حادث فعشان كده مطبان القطر بنسيب مسافة ما بينها تمام؟ لإن هي في الحرارة بتزيد وفي البرودة بيحصل لها عملية انكماش وبنلاحظ دوت في البيبان عندنا في البيوت بتلاقي إن عندي الباب في الصيف بيختلف عن الشيطة بيفتح بطريقة أسهل أو أصعب نقطة الانسهار إيه هي نقطة الانسهار؟ نقطة الانسهار هي الدرجة اللي بيتحول فيها المعدن من حالة صلبة إلى حالة سائلة يبقى لو أنا عندي معدن المعدن ده أنا عملت له حالة انسهار زي مثلا الأسدير أو النحاس أو الحديد لو عملنا له انسهار المعدن ده هو كان في الأصل قطعة صلبة لما عملت له انسهار إيه اللي حصل؟ اتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة ده عملية الانسهار طب أنا باستخدم الانسهار دوت علشان أبدأ أستخدم المعدن دي أشكلها زي ما أنا عايزة أستخدمها في المصانع في صناعة العناصر في صناعة الأسلاك لبقى كل دوت انا عشان كده بعمل المعادن دي بحولها من صلب الى سائل اللي هي الانسهار طيب نقطة الانسهار هل نقطة الانسهار بتاعت كل المعادن ثابتة يعني الحديد بمعنى اصح هيسيح زي ما الامونيوم واي معدن تاني بنفس درجة الحرارة طبعا لا لان كل معدن لدرجة انسهار ودرجة غليان مختلفة نجي هنا نشوف في الجدول ده انا عندي مادة الاسدير درجة الانسهار 232 درجة طيب ودرجة الغليان 2100 يبقى الانسهار 232 اما الغليان 2100 بالنسبة لمادة او معدن الاسدير الرصاص 330 الانسهار اما درجة الغليان 1530 درجة عندي معدن الزينك 420 اما درجة الغليان 930 الالومونيوم الالومونيوم 660 درجة الانسهار اما درجة الغليان 1800 درجة يبقى احنا كده قلنا يا ولاد ان احنا عندنا المعادن المعادن بتوصل حرارة وبتوصل طيار كهرابي بس سواء حرارة او طيار كهرابي ما بتبقاش بنفس النسبة عللي ليه تختلف المعادن في درجة توصيلها للطيار الكهرابي مع ان ده معدن وده معدن احنا قلنا ان المعادن لها خاصية التوصل للطيار الكهرابي بس مش بنفس الدرجة ليه نتيجة لاختلاف خصائص كل معدن نتيجة لاختلاف خصائص كل معدن نفس الحكاية في درجة الانسهار ودرجة الغليان كل معدن بيختلف في درجة الانسهار ودرجة الغلايان نتيجة لتكوين الداخلي للمعدن تمام وخصائص المعدن كل معدن بيختلف فيه خصائصه بعد كده الخواص الكهربية ايه هي الخواص الكهربية اول حاجة عندنا المقاومة النوعية للمعدن يعني ايه مقاومة نوعية للمعدن كل معدن بيكون ليه مقاومة نوعية لمرور الطيار الكهرباء بتعتمد برضو على التركيب الداخلي تعتمد على التركيب الداخلي عندنا كل معدن هيمر فيه طيار كهرباء عن طريق التركيب الداخلي بتاعه قانون المقاومة النوعية للمعدن المقاومة النوعية للمعدن بي نرمز لها بالرمز رو يبقى رمز المقاومة النوعية للمعدن ايه اولاد رو طيب رو بتساوي ر في ايه على ال يعني ايه رو بتساوي ار في ايه على ال ان احنا بنقول ان المقاومة النوعية تقدر بان هي مقاومة موصل مقاومة موصل طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع لازم بارتفاع درجة الحرارة بيبقى انا هنا عندي في شرط اساسي اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وليكن 20 درجة مقوي بتبقى انا عندي الخواص الكهربية اول خاصية في الخواص الكهربية المقاومة النوعية للمعدن والمقاومة النوعية للمعدن الرمزها ايه اولاد رمز المقاومة النوعية رو طيب بتقدر المقاومة النوعية بإيه؟ بإن هي مقاومة موصل الموصل ده طوله كاب طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع بارتفاع درجة الحرارة طيب الخواص الكهربية عندي خلاص احنا نعرف بقى كل رمز في القانون كان عبارة عن إيه؟ عندي L يعني طول الموصل طيب طول الموصل بنرمز له بالرمز L والمقاومة النوعية احنا قلنا المقاومة النوعية رمزها رو رمزها رو ومساحة المقطع إيه؟ الخواص القهربية عندي كمان بنقول إن المقاومة النوعية للمعدن بتختلف المقاومة النوعية باختلاف نركز في النقطة دي مادة الموصل باختلاف مادة الإيه؟ الموصل يعني إيه؟ يعني المقاومة النوعية سبتة بسبوط نوع المادة بسبوط نوع المادة إزاي أنا عندي هنا أولاد في الشكل ده عندي قطعة من النحاس خلاص قطعة نحاس صغيرة وقطعة نحاس كبيرة يبقى الطول هنا اختلف عن الطول هنا طيب يبقى المقاومة النوعية إيه وحد فيكو يقول إن المقاومة النوعية للسلك الكبير ده هي الأكبر ليه؟ لا إحنا قلنا إحنا قلنا إن المقاومة النوعية بتختلف مع اختلاف نوع مادة المواصل أما المادة دي نحاس والمادة دي برضو نحاس يبقى المقاومة النوعية هنا سبتة زي بعض وطول اختلف بس هي نفس المادة نفس المادة يبقى لما نيجي نقول في صح وغلط هقول لكم سؤال صح وغلط المقاومة النوعية بتختلف باختلاف المادة صح ولا غلط آه هي بتختلف باختلاف المادة طيب بتختلف باختلاف القل اللي هو الطول طبعا لا ليه؟ لأنه لو المادة عندي هي هي مادة نحاس مادة ألمونيوم مادة أسدير أي مادة المقاومة النوعية بتاعتها سبتة يعني الحديد المقاومة النوعية بتاعته هي هي إزاي؟ لو أنا جبت قطعتين من الحديد وحدة طويلة وحدة أقصر اللي اتنين زي بعضهم هما في الآخر حديد هما في الآخر إيه؟ حديد يبقى المقاومة بتاعتهم النوعية واحدة جبت برضو نفس الحكاية قطعتين من النحاس سلك نحاس سلك طوله متر وسلك طوله اتنين متر المقاومة بتاعتهم؟ اللي اتنين نحاس؟ آه اللي اتنين نحاس يبقى المقاومة بتاعتهم اختلف طيب لو أنا جبت قطعة طولها متر من النحاس وقطعة تانية طولها متر بس من الألمونيوم المقاومة النوعية واحدة ولا هتختلف؟ من يقول؟ أنا سمع حد شاطر بيقول إزاي يا مدد دلوقتي أنت بتقولي آه طولهم زي بعض واحد متر ودي واحد متر بس دي النحاس ودي ألموني يبقى المقاومة النوعية هنا اختلفت كل مادة لها مقاومة نوعية بتختلف عن التاني فهمنا يعني ايه؟ مقاومة نوعية؟ وامتى المقاومة النوعية بتختلف؟ تمام؟ بتختلف بالطول؟ لا بتختلف باختلاف نوع المادة بتختلف باختلاف نوع المادة بعد كده عندنا الخواص القهربية عندي احنا قلنا ان R اللي هي مقاومة الموصل بتساوي L في رو على A L في رو على A ده امتا؟ ده أنا لما أنا أجي أحسب مقاومة الموصل يبقى في فرق ما بين مقاومة الموصل وإيه؟ والمقاومة النوعية للمادة مقاومة الموصل والمقاومة النوعية للمادة تعرفنا طبعا على رمز كل حاجة في القانون قلنا R مقاومة الموصل L طول الموصل R المقاومة النوعية A مساحة المقطع الجزء ده كده سهل ان احنا نقدر نشوفه بعد كده عندنا ايه هي العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة موصل أنا عندي فيه نوع مادة الموصل العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل أنا هنا أركز مقاومة موصل مش مقاومة نوعية يا أولاد عايزين نفرق ما بين مقاومة الموصل والمقاومة النوعية علشان ما نتلخبطش العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل أول حاجة نوع مادة الموصل نوع مادة الموصل إزاي؟ إزاي يا أولاد؟ عندي أن ال R بتتناسب تردياً مع المقاومة النوعية ونوع مادة الموصل بتتناسب كمان تردياً مع المقاومة النوعية كلما زادت المقاومة بكده بتنتهي حلقتنا معاكم النهاردة إحنا أخدنا أنواع المواد وإزاي كل مادة بتختلف عن التانية والمقاومة النوعية وخدنا اتكلمنا عن تكوين الزرة وهي الإلكترون وبيدور الزاي يبقى إحنا كده النهاردة تكلمنا عن الأجزاء دي كلها إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن مكمل أجزاء المادة وبرضو هنتكلم عن الخصائص وخلص وقتنا معاكم بسرعة نشكركم ونشوفكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته